اهي سيدي مرحبا بكم شاباب وشابات في بودكاست جديد من عند خوكم جاليفايش اللي نتمنى وكلنا نتمنى وأنه معادش يوالي يبطع لنا برشو يوالي يهبط كما وعدنا خوكم جاليفايش وعدنا وأنه كل جمعة بشيات بودكاست دون كلنا نتمنى وأنه الرئيس نتعذب بياذا يتمسك بالوعود اللي قدمها للشعب نتاعه فهمني ذا миним المقدمة مرحبا بكم اليوم بش Mormon نتمنى وأنه تكونون معادي هار باهي مليئ بالنجاح بالنسبة للمستمعين على الطرقات فهمتني הل زوق كومп عيناك مليه كي تبلد سوق فهمتني ما زلنا حاشتنا بيك حي لازم ما تروح حي تداركم كان هناك الكثير من الأشياء في حياتك لذلك تجد عصب عينيك ورد بالك وصلت في قطعة واحدة للدار بالنسبة للناس الذين يستمعون فينا وهم لا يوجد على طريق السيارة إن شاء الله يأتي نهار وتولي وتسوق وبالنسبة للعباد الذين يتعدي برميزات إن شاء الله تنشحوا في برميزتك تحسلوا إن شاء الله تكون حياتكم زبورة وصلت الفكرة بشي نحكيه اليوم على الحديد على البودي بيلدينغ فهمتني على الفيتنس على السبور على الجوة ذاك الكل فهمتني على خاطر أنه مبارشة الناس دي ما تسأل في الأسئلة ذي على الستريم وكما نجحت استراتيجية متاعي بش أني نعم بودكاست على الباك بش حتى حد ما عادي يسأل زبي على الباك حتى أنا نحب نستعمل نفس استراتيجية ذي طويقا بش نفضوا حكاية الحديد لما حالة حاسة مش تتفض كومبليت مو أما على الأقل خلينا نفضوا الجزء الأكبر منها باه حب نحكي لكم شوية على تجربتي الخاصة أنا معناه كيفاش بدأت نترينه إلى أخير هذا ما باهي أنك تتحدث عن البرسنال لديك على خاطر أن تعطي مستمعين للمستمعين بشكل ما هو القاعد يحدث هنا وعليش أنت مهتم برشة بالشياء هذا هو وقت الذي كان لديك سيكون قيميك بدأت الحديد مني عام الدوز يام بعد الثورة بالضبط بعد الثورة قاعدين أنا وصحابي نحكيه في القهوة وكيفاش تبدد موضوع على ثم حانوت في بنزرد كان يبيع في برشة بروديوية حانوته كان بحثة البرت القديم من عرش كان تذكروه بنظرتي أما حانوته تسرق في وقت الثورة ويحكيه وقته وصحابي يحكي أن واحد من الولاد حمته ساهم معناه في السرقة فهمتني؟ وجبدو يحكيه على الوي بروتين يا خياني أسألت لي قلت له مش الوي بروتين هو كالبودر قالوا لي هاي ما السؤاله ذاك تمت إثارة فوضولي بالنسبة للسبور قلت ماذا بيه؟ نترين نجرب نشوف موجوده وإنما كنت صغير كنت نفحه برشة من الأول بدأت نترين كاراتي بعد عملت سيونس واحدة نتاسيون بعد دورتها هونت بعد عملت شوية أتليتيزم بعد ذلك دورتها غيتار وإخر ما دورتها دورتها للحديد ومن اللي دارت الحديد لم يعد حتى دارت حتى مرة أخرى كهو؟ معايا طفل صاحبي وقت اسمه قارقني هاي هو على اساس لي بشي كوتشيني فهمني دخلت لسالة سبور لابس تونيو كامل مع اساسي ميلان وقتها فهمتني؟ دخل عليها جاي بش نطيح زوكوم هالسالة كهو بدنا نتريني والسبلت متاعنا كيفاش تتريني معنا ثم سبلت متاع ثلاثة نهارات في الجامعة ثم سبلت متاع خمسة نهارات إلى آخرية سبلت متاعنا احنا وقتها كيفاش كانت كي بدنا كانت أربع نهارات باركزمبل ثنين وثلاث وخميس وجامعة ماهي تفعل؟ سير سبل ثلاث وثلاث ونهار الاربع تفعل ذهر ونهار الخميس جميع فى خميس من العمل ونهار جميع ثلاثة من تحصيل او علم في سبورة يجب أن تتعرف كذبا على خاطر بعد ما استمرت فيها عاماً تلاحظوا أنه لا يوجد كتاف فهمتني؟ تقلت براه كبيرة أما فجأة تتمص كما كالدبوزة البولينغة عرفت معبية واسمينة بعد ما كانت براه كذبا كيف كانت براه كذبا الراس كالدبوز البولينغة كانت كتافي اكا لا يوجد بالنسبة للساقائز هذا كيف كانوا ليس موجودين وقتا بدأت نلاحظ لأنه فهمت مشكلة في البولينغة فهمتني؟ وقتا بدأت نزيد نتعلم أكثر على يوتيوب ونزيد نستفسر أكثر وإلى آخره ترينيت من عامة الدوزة حتى تلك عامة الباك كمال الباك وانا ترينيت في وسل الباك لا نشكلنا ياكا يقص على أن ترينمو حتى تلك بعد الباك من جوان حتى تلك جانفي خرجت للمانيا ظهري قاعدت جمعتين ثلاثة لا ترينيت ثلاثة ثم أعود قاعدة في سالة وبدأت نتعلم من جانفي حتى تلك سبتمبر سبتمبر ما هو الشهر الذي ضربته في كتفي ومن وقتها بدأ العفط في الكاريير من سبتمبر في 2014 حتى تلك بعدها في 2015 في سبتمبر ظهري ووقتها عملت الدياغنوستيك ومشيت عدت على كتفة العصباء نتحدث أكثر عن الإصابات ثم ثم رجعت نترينمو ثم رجعت نترينمو ثم رجعت نترينمو الزوز قعدت زادة مدة ما تخيبش معناها وانا مرتاح متع شهرين تقريبا ثم قعدت اون ان اوف معناها نترينمو يعود يتحير علي كتفي بعد شهر ونصف شهرين نرتاح نعود الترينمو إلى آخره حتى تكشي جت الفاصعة متع ساقي ذاني عندها عامين تقريب التالي تفاصعة ساقي اللي صارت وزادة كملت خلطت عليهم الكسرة متع يدي اللي عندها تويكة أربعة وشهرة ما اللي صارت ليس ناجم نحكي لكم برشة عالي سابط اما خلينا قبل ما نتعمقوا في الموضوع أكثر خلينا نبدأوا بخرافة مقلقة برشة بالنسبة لعالم الحديد اللي هي تقول لك وانو اللنترينمو معاشي خليك يتويل به ساعة أولا نحب نقول التال دي اير متع الحكاية ذي وانو غالط الكلمة ذاية به نزيدوا نتعمقوا أكثر مفهمة حتى دراسة علمية تساند الفراثية ذي متع وانو وانو الحديد لا يجعلك تطويل ثالثا اللوجيك اللي استعملوا فيه العباد اللي يقول لك الشي هذا هو اللوجيك منك برشة ماذا نقول لك اسمع اللوجيكة ذاية مقواه يقول لك كتترين حديد الموسكل المتاعك يولي تلمو ومكبوس لدرجة انه العظمة ما عادش ينجم ينمو فهمني تبارك الله يا الزبي عندك حديد 16 انت مش في بروات في الموسكل المتاعك حتى ولو حتى ولو اذا كانت تترين وانت تكبس الموسكل المتاعك لدرجة انك تبارك هولك يا الزبي وانت تبارك فورس كافي حتى انه العظم المتاعك ما عادش يتويل هل انك نهار كل مفلكسي نهار كل موسكلاتك مكبوسين تبدأ راقد تبدأ راقد تبدأ موسكلوتك لكل مكبوسين الزبي في الفرش لا تنجمش حتى تخرج على خاطر ترمتك ديمة مكبوسة اوكي لذا هذه الأشياء لدينا نقول لكم أبعثوا ايكي على خاطر لا أساسا لها لا ينصحها ويقول لك العمر الذي تنجم تبدأ منه وانه 14-15 عام تنجم تبدأ مه وانه مهم جدا وانه نفهموا اللي الحديد تقريب 70-80% منه موجود في الماكلة الماكلة متاعك اهم برشا من الماكلة برشا الناس دي ما ملول يبدأ ان تريسي اي قادش من هار نترينا كيفاش نقادش من ساعة نترينا قادش من سيري نعمل في الاكزارسيس هذا يقادش من الى اخيره ولكن الاهم والمهم هو الماكلة اللي هنا اذاك عليش في الشان متاعي نتعال الحديد اذاك عليكم الى ايام في اول كمانتر تقاوني اني عملت اربع فيديوهات على الماكلة دي ريكت لم اقلت فديوهات وفصالة وفديوهاتي الكل على الماكلة وكنت ناوي اني نكمل معناه الفيديوات المتاعي فصالة ما الاسف تضربت فيه كما قدتلكم حسين الوذك لماذا نبدأ نحكي لكم شوية على الماكلة اللي هنا الماكلة يسيدة بين سيدك هي المزوط اللي يحرق اللي يحرق كانت تكارهبة راهي الماكلة هي الليسونس لماذا الليسونس ما عندك وين تتحرك الكالوريات يجب ان يسحق لهم بوظائف حيوية وبوظائف اللي انت تحب عليهم الوظائف حيوية نحكيه على انه قلبك لازم يضرب رويري لازم يتنفسه المخ لازم يقدم يخدم الى اخيره السلول لازم يعمل رجنراسيون اي حاجة انت تبدأ انت متكي مغمضة عينيك لا تستعمل في شيء ثم عمليات اخرى يقومون في الدنيا هذا المهم نوعا ما الوظائف الحيوية اللي يقوم بهم لدنيا ليستحقوا نمرا معين كالوري كأنك معناها قاعد في امبوتياج والمطور يخدم يقعد يدور المطور في 800 دور في الدقيقة انت الدوران لا تستحقوش انت يتحرك اما تستحقلوا لكي المطور يقعد يخدم وإذا كان هناك كليماتيزور يقعد يخدم لكي تقوم بتشارجي الى اخير امبنين امبنين ثم اكتيفيتين اخرين اللي انت تحب تعملهم تحب تتحرك تحب تلعب على البيتسين تحب تقرأ تشترينا الى اخير هذا الكل يحرق مزود يحرق كالوري الكالوري همبنين نجيبوهم نجيبوهم الماكلة اي حاجة تدخلها في كشختك وتأخراها تدخل أنها تتحل في الكرشن يعني ليس تأكل كما هي اي حاجة تأكلها فيها دي كالوري همبنين همبنين الكالورية لكي نزيدهم تعمقوا اكثر يقسموا الى ثلاثة عائلات كبار بارشة تسميهم الماكرونيوترينت اللي هم الفات الشحم البروتيين همبنين البروتيين موشك البودر والبروتيين موجودة في الماكلات الكلة الطبيعية والكاربويدرات همبنين نبدأ بالبروتيين البروتيين هو الموليكول الذي يستعملها لكي يبني روحه لكي يبني أي شيء فيه وسطه همبنين الأعظمة الموسكولات الموسكولات الأعضاء إلى آخره البروتيين كما أقول كان جاء بدنك دار البروتيين هو اليجور الذي يستعمل به لكي يظهروا الدار بالنسبة للكاربويدرات الكاربويدرات هي السورس برانسبال من الطاقة التي يستعملها لبن حسب لبن الكاربويدرات هم أبسط ينجم يفككهم ويحولهم الإنرجية همبنين مبيرك الكاربويدرات يعني الكاربوس قال الكاربويدرات World Primary idée الكاربوس كان لسحاب ıyorum كاربو 의� استعمال ويحبون س giờ تم عوائد التي تأخذها الانيرجي لن يأخذ الوقت تشعر فيه روح كيسر تاعب ومبايل وإلى آخره فهمتني على خاطر كما تطلع فيسع الكورب من الانيرجي تطلع فيسع بالنسبة لكاربو كومبليكس لا يأخذوا أكثر وقت لتفككوا لذلك يتسيبوا في البدن منك براشيو أضعف برشة من الكاربو سامب وهذا يجعلك أنك لا تأخذ برست قوية من الانيرجي أما تأخذ الانيرجي وهذا يجعلك أنك لا تشعر في روح كيسر تاعب وتشعر في روح كيسر تاعب ولا تأخذ الكاربو كومبليكس على خاطر الكورب كما تطلعت بشوية تشتيح بشوية من الكاربو كومبليكس نذكر مثلا الروز نذكر مثلا السويت بوتايتو اللي هي ظهري ما تبيع في تونس والكاربو سامبل هم حاجات كما كما العجين كما كما يجعلون كاربو سامبل فما زاد في الشوكولات تصبح البسكوي كل شيء الارتيفيسي اللي يكونون كاربو سامبل فهمتني هذا بالنسبة للكاربو يتحدث عن البروتين بالنسبة للفات اللي هو الشحم اللي برش عبيت جزء كسام على الطواقل اللي هو الشحم يجب أن نقصه منه الميليموم بوسيبل المكسيموم بوسيبل على خاطره لا الشحم هو حاجة مهمة بالنسبة للدنة وصورتو بالنسبة ل كيفاش يقولوها للرجل الموم بتاع الهرمونات متاعك فهمتني والبروديكسيون زادة بتاع الهرمونات متاعك اه اغضم هما ثلاثة عائلات المهمين اللي يكونوا لكالوري القاعدة بصفة عامة تقولك انه كل جرام بروتين فيه اربعة كالوري كل جرام كاربو فيه اربعة كالوري كل جرام فات فيه تسعة كالوري فهمتني اه اه اذا هو بصفة عامة الماكلة ماذا يجب ان تأكل ماذا يجب ان تأكل ماذا يجب ان تأكل هو يعتمد على بعض عوامل منهم وزنك طولك عمرك 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 حكيت عنه هذا الموضوع مليح مليح في الفيديوهات عشان بالرسمة على خاطر لا نعود كل شيء فقط اللي بدنة من الموضوع افرد اللي بدنة هو لفابو كبير هو حشيك هو الصلة يوجد فيه نقبة وثماء السبالة قاعدة تصب في الصلة اوكي اذا كان النسق الذي يخرج منه الماء من نقبة اسرع من الماء الذي يهبط من السبالة اذا كيف يحدث مع طول الوقت اسطل المتاعك بشيشيح فمتني اذا كان النسق الذي يخرج من الماء قد النسق الذي يدخل به الماء يمكن أن يكون النفاء الماء في اسطل لكي يكون مستدام اذا كان الماء يغادر اسطل بنسق من الماء الذي يدخل اسطل لا يستطيع اسطل فمتني طويلة بالانالوجية انت هو اسطل الذي بدنك هو اسطل فمتني السبالة هي الماء الذي يستطيع اسطل السبالة هي الماء التي تأكل فيها والنقبة هي الماء أو بلوتو التي تحرق فيها واضح لحد الآن نفترض الذي يستطيع تستطيع ألفين كالوري في نهار بعد أن تفرجت في الفيديوهات وعرفت كيف تحسب كالوري انت اكتشفت طو الذي يجب أن ألفين كالوري كالوري لذلك يجب أن نقوم بها ألفين كالوري بالضبط يجب أن السبالة تدخل ألفين كالوري في النهار على خاطر النقبة تخرج في ألفين كالوري في النهار لكي يقعد النبو كونسطن لكي تأكل إذا كان تأكل أكثر من ألفين كالوري الزيادة هي الشحم التي تبدأ تسمن به إذا كان تأكل أكثر من ألفين كالوري نقول في ألفين ومائتين كل نهار تم مائتين كالوري قاعدين يفيدوا مستلمتعك ويتيحوا على جناب الفائضة هو لكي تأكل إذا كان ألف وثمانمائة كالوري كل نهار النبو الشحم الذي يستلم لكي ينقص بمائتين كالوري كل نهار حسنا؟ إن شاء الله تكون واضحة هذه الفكرة لماذا نقول هذا على خاطر هذا هو السر الذي إذا كان فهمت تفهم كيف تنجم تشيح روحك يعني كيف تنجم نقص وكيف تنجم نأتي نأتي التشيح التشيح بكل بساطة أنه يجب أن تكون أقل ما الذي يستحق بدنك بدنك يستحق ألفين كون ألف وثمانمائة كون ألف وثمانمائة كون ألف وثمانمائة فهمت لماذا؟ على خاطر طرفة هذه الحم نقصة لا تنجم لديها أو سمحني طرف الأنرجية نقصة الـ 100 كالوريين نقص الـ 200 كالوريين نقصة التي يجب أن يجيبها لديها لا تستطيعها بالمكلة الشحم هو المطاق المطاق حتى أنه لا تستطيع المطاق من المطاق يبدأ يجبد المطاق لذلك مع طول الوقت تقعد تعود فيها الحكاية نهار جمعة شهرين أربعة خمسة حتى يصل الوقت تريد أن يسحق أنه تبني جديد ويحرق أنه يسحق 2000 كالوريين ليس حي وأنه تريد أن يسحق 2100 كالوريين أو 200 كالوريين هم يجب أن تزيد في الماكلة في الماكلة مع أنت القاعد الجنرال تقول إذا كانت تحب تبولك تزيد في الكالوريين إذا كانت تحب تشيح تقص في الكالوريين وهذا هو السر هذا هو السر هذا هو السر طيب كثم شوية حاجات لهني تلعب على قدرش من كالوريين تسحق إذا كان أنت تسحق 2000 كالوريين في النهار بح وإنت كيفاش عايش نهار كامل القاعد لا تقرأ أو على البيسي أو إلى آخر فمتنى ماذا تفعل إذا كانت تحب تزيد كل نهار تسحق يجب أن تسحق أكثر إذا كانت تحب أكثر تحب من ما كانت تحب في المنطقة 2200 كالوريين فمتنى تنجم تقعد تأكل في 2000 كالوريين وتزيد تحب الفوتينك التي تحرق 2200 ومتنى 200 ومتنى ومتنى تستعمل في نهار لا تزيد فوتينك أما تطيح 200 كالوريين من الماكلة مرة أخرى يجب أن تسحق أما تحافظ على نظام الغذائي وتطلع في كالوريين التي تحرق أو تحافظ على وتطيح في الماكلة ومتنى ومتنى ثم كيف يقولون كيف يقولون كيف يمكن أن تستخدمهم لكي تصل لكي تحرق لكي تحرق من كالوريين لكي تحرق أو لكي تأخذ في النهار فمتنى هذه هي صفة عامة نحكي لكي قليلا عن الأغذية الزبورة فمتنى عن الجج هو الرب من الحم بالنسبة للحديد عندك الحوت زادة زبور لكي لا يوجد حم فمتنى ليس على أساس الحم خائب لكن تنجيلها بعد ساعات تأخذ لكي تأخذ لكي تأخذ لكي تأخذ مثلا 30 جرام بروتيين كهو فمتنى إذا كان تأخذ الحوت لا يوجد حم أما إذا كان تأخذ مثلا من الحم الأحمر الحم البقر مثلا مثلا الحم البقر يجب أن يكون فيه كل 100 جرام منه يجب أن يكون فيه 23 جرام بروتيين و 18 جرام فات بالنسبة للحوت للتن يجب أن تأخذ 26-27 جرام بروتيين و جرام واحد فات كهو فمتنى إذا كان تأخذ بروتيين كهو يجب أن تأخذ حوت فإذا كان تأخذ الحم البقر يجب أن تأخذ الحم الذي لا تأخذ لكي تأخذ لكي تأخذ حقيقة الاكتفاء الذاتي في نهارك فهمتنى هربت بكم قليلا نعود إلى الفكرة عندك الحم بأنواع الكل عندك العظم عندك الفواكه الجافة نتحدث عن اللوز على الكاكاوية على الكاكاو إلى آخر البقول الذي نتحدث عن حمص عدس فول لوبيا إلى آخر عندنا بالنسبة الكاربويدرات من أحسن لصورس هو الروز عندك الخضرة صورس زبور بروكلو صورس تحفون برشة وزادة فيه برشة فير وفيتامينات أخرين الحليب ومشتقاته صورس باهم بروتيين ومتاع فات برشة برشة معناها عندك خضار وفواكه وفواكه جافة وبقول والحم وبالنسبة للحبوبة أنا أفضل أنكم تأخذوا روز كهو لماذا لماذا نفضل أن نبعدوا عن مقارونة والعجين على خاطر أولا هما كاربو سامبل لذلك لا تشبعوك برشة هذه المشكلة وين تصبح بضبط المشكلة 100 جرام روز تقريب فيه نفس الكالوري التي موجودين في 100 جرام مقارونة أما لتشبع يجب أن تأكل 100 جرام روز أو 200 جرام مقارونة لتشبع بنفس الدرجة لذلك هنا تشبع يجب أن تأكل 370 كالوري من عند الروز أو تأكل 750 كالوري من عند المقارونة لذلك يجب أن تأكل العجين ليس إذا كان يجب أن أكل 100 جرام مقارونة لذلك لا أما عندما تشبع يجب أن تأكل 200 معنى 100 جرام أعطيتك الكالوري و100 جرام تشبعت بها لذلك بارشة كالوريات والشاي يترجم كما قلنا لذلك يجب أن تأكل أكثر بارشة حم هذا يجب أن تأكل أكثر كيف تصنع هو على حسب الكالوريات مثلا نستخدم المثال يسحق 2000 كالوريات يجب أن تقسيم نفترض أن السيدة يزادة 60 كيلو تضرب 120 120 220 يجب أن 120 جرام بروتين ثم تأخذ نفس الوزن وذلك يجب أن 60 جرام ثم تعمل عملية حسابية حسابية العملية الحسابية هي 100 جرام كاربو يجب أن ترى كل الماكلة يبدأ لديك التابلون النتريسيون يقول كل 100 جرام مقارونة من جرام 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 كاربو 100 جرام 100 جرام 100 جرام إلى أخير التابلون هو الذي تستعمل لأن تبدأ تنظم في الماكلة هنا بالرسمي نصحق لكم ريبرزنتاتيون فيزيوية أما بحكم ليس نجم مرة أخرى أنا أعود أن نصحكم لكي تتفرجوا في الفيديو اللي هبطتها بالحق أول أخر ثلاثة فيديوية أربع فيديوية هبطتهم على الماكلة الولاد نورما ليس كافيين لكي تخرج عندك كافيين لذلك نصحكم تفرجوا في هذا الشيء ماذا؟ نأتي للسيبليمونات اللي هي شيء مهم للشعبات اللي هم البروتاين والمسجينر والكرياتين والكرياتين بسياء والسياء الجو ذلك الكل ماذا؟ أولا اسمه معلج جسمه هم السيبليمونات معناتها إذا كان موصلتش أنك تلبي حاجاتك اليومية متع البروتاين وقتها تسحق سيبليمو معنات أنت تأتي تعمل البلوم بالماكلة بين قوسين ناتيوريل لكل ما هو عظم حليب جبن إلى آخره تأتي مثلا أنت تسحق 120 جرام بروتيين في نهار بالماكلة متاعك وقحبك وطاليين تأتي نجم 200 جرام إذا كانت 20 جرام بروتيين نقصة نجم من السيبليمو تأخذ دوزة بروتيين التي هي المصنعة تحتوي من 18 إلى 26 جرام بروتيين في المغرفة الوحدة وقتها سيبليمو يعاونك سيبليمو سيبليمو أولا نبدأ بالسيبليمو الأهم حسب رأينا وهو الكرياتين الكرياتين هي حاجة لا تجمعها بسهولة بالمكلة موجودة في الحم ومعظم الكرياتين التي تحرق يمشي هناك الكرياتين بخلاف هذا هو أكثر سيبليمو صاروا عليه دراسات علمية أكثر سيبليمو مثبت وأنه يعمل الأشياء التي يوعدك لكي يعملها كرياتين ما هو لكي تكمل لكي تكمل فيبرويت يدخل في وسط بعضهم معناها أعمل كينك تضع سوابك على بعضهم بعد بعد يدخل في وسط بعضهم كيف تحدث أحسب كل صبوع هو فيبر ما يحدث لكي تكمل يدخل في بعضهم لكي تدخل في بعضهم لأنه هناك موليكول مهمة برشة اسمها ATP أدراسنوة تريوفوسفور أو تريوفوسفات أدراسنوة وكي تدخل في هذه الفازة لكي تدخل في بعضهم لكي تدخل في بعضهم لكي تدخل في بعضهم الكرياتين بصفة عامة هو معبي بالموليكول لذلك الكرياتين مثلا لا تنجم أن تقوم 12 موليكول لكي تدخل 14-15 على خاطر لديك أكثر موليكولات التي تجعلك تقوم بموليكول فهمتني الكرياتين يردك أقوى ويرد لديك أكثر ويحصر يحصر أكثر الشيء يردك أولا أرزن على خاطر لكي تحصر ماء في بدنك ثانيا تظهر أكبر على خاطر الموسكولات ثالثا لا تظهر شايح أكثر معناها العروق لكي تقصد الموسكولات لكي تقصد بطبيعة حالة على خاطر الموسكولات أو معبي فهمتني هذا ما يفعل الكرياتين بصفة عامة ويساهم لديه الموسكولات تكبر بطريقة ويцион اليوم ليس بطريقة البيت normale الموسكولات لكن وقت السوق وطف UX لكل لمع flying لا لكي ميزة let's go السابقة هذا من المسكول المعني ليس تبعد عليه الكرياتين على خاطر كيمقاطك يحصر الماء في الميزيكول هذا بالنسبة لكرياتين طبعا نأخذ الواء بروتين الذي هو أكثر سوبليمون عام الجدل في العالم هناك الكثير من الناس أسئلتكم في الإنستغرام قلت لكم كان لديكم أسئلة على الحديد الكثير من الناس يسألوا فيها هل أني نجم نعمل الميزيكول بلش بروتين ولا هل أني نجم نخلط الحاجة بلش بروتين ولا هل أنه البروتين باهي ولا خيب مع أنت كثير من الناس لم يفهموا بروتين ما هو البروتين دعنا نتحدث عنه على خاطر كثير من إشاعات دائرة عليه أما أولا دعنا نفهمه ما هو ثم تنجيوا الإشاعات التي دائرة به البروتين يا سيدي ولا الواء بروتين الواء في حد ذاته هو مشتق من مشتقات الحليب رأيت أنت مثلا تجعل الحليب يقعد كثير من وقت ويبدأ يفسد ما هو يحدث له ثم كتلة تبدأ تتكون من الفوق على السورفاس وهذه تشعر كما الجبن أو كما الريجوتة أو كما هذه الكتلة فهمتني وقت الذي تتكون الكتلة الذي يقعد من الحليب كالطرف لأنه يكون لونها كيف يقولونها عاطي شوية على السيترونات لونها يبدأ يميل أكثر الأصفر وكيف تشعر كثيفة تشعر كثيفة تشعر كثيفة هذا هذا اسم وهي يأخذوه هذا ويشيحه لتخلصه من المال فيه وما يقعد منه كان بروتين تقريبا في شوية ديتراس حمام أما أغلبته وهي بروتين هذا ما هو الوي بروتين لا يوجد شيء لا يمكنه تصنعه في الابوراتوار لا يوجد لا يوجد يورانيوم ولا يوجد ما هو إلا حليب يستعملون لتقنية تقريبا فيلتراسيون حتى يخرجوا منه هذا الليكيد الذي يسمى الوي يشيحوا زقومه يضع لهم بودر هذا هو الوي بروتين معناها من الأخر الوي بروتين ناتوريل قدم الزبدة ناتوريل قدم جبن ناتوريل قدم الريغوتا ناتوريل قدم البنرات ناتوريل قدم أي مشتق من مشتقات الحليب ناتوريل كانت تحب تقول الوي بروتين ليس ناتوريل لذلك هذا هذا ليس ناتوريل جبن ليس ناتوريل حتى الحليب في حديثه ليس ناتوريل الذي تور passionate اليوم يقدر رائع حتى ذلك وهي pants مضيفون هل متفرفين ثانيا مُود இنا نجيل ت finger song الوي بروتيين الزب بحيث لك سؤال هل أنه فيما كائن بشري فراجيل أكثر من بيبي عمره ستة أشهرة أربعة أشهرة لا نصور نصور بغل قدك أنت تباركلا ليس فراجيل أكثر من بيبي عمره أربعة أشهرة ثلاثة أشهرة هل أنك تعرف اللي الحليب البودر من مكوناته هو الوي بروتيين نتصور إذا كان الوي بروتيين سايف والبيبي عمره وجوه أحلى جو والطاولة ماتوا والطاولة كانت رسم تفشوا والطرشقوا والله أعلم ما هو آخر من الخرافات اللي حكيوا عليها لذلك ستفحل كيف كانت تصور النجم يأخذ الوي بروتيين ولا يصير له شيء الوي بروتيين كما قلت لكم بالنسبة لي أنا هو غذاء هو حاجة ناتوريل هو حاجة نورمال وكي نقول هو حاجة ناتوريل نورمال معناتها ما تتوقعش منه نتائج رهيبة برش عباد ماش في بالها أنه بشيء الضبي أرنول تتولي العصب الوي مغرفة كأنك من شكلية 100 جرام تن نفس الشيء تقريب غير الوي بروتيين أو كما فيه شوية سكر بشيء اللي يطعمه أبن والديجستيبل أسرع من أي حاجة أخرى أبرا مومن أسرع لسورس لتنجم كرشك تهضمهم بروتيين إلى أخيري أضاكم المنافع متاعه وأنا هو ما نقول لكم الأولاد أنا متأكد وأنه وعليش الإشاعات هذه والعفضتها كل موجود على خاطر فما إنسان بهم ما نجمش يفرق ما بين الوي بروتيين وما بين استيرويد استيرويد هما إنعم وقت اللي تزرق في الزعكتك معناها طرف استيرويد بعد جمعة من زمان ممكن تولي أرنولد لتبغل بروتيين لتبغل بروتيين لتبغل أكوى لتبغل أكثر أكبر وشايح في نفس الوقت وهي شيء تنجم تعملها إذا كانت إنسان نتوري وهو اللي يسببوا أن الحجم الكرارزك تقلص لتبغل بروتيين ومصنع الكرارزك ليست ببغل بروتيين وهو سبب لك تضخم في الأعضاء متاعك وهو سبب لك آفات قد تزب لذلك فما إنسان خذاء المظار هذومها متع استيرويد كل بهم لتنسبهم للوي بروتيين وقالك سيبوهم جون أمريكل أذك عليش أغلبية المأولة كل المظار اللي تسمعهم منسوبين للوي بروتيين راهم في الأصل مظار متع استيرويد الوي بروتيين هو حاجة عادية وحاجة نرمال ونجم تكلها وبره ربي معك ويجوك أحلى جوه إذا كان فرخه أربعة أشهره يمص في الوي بروتيين نصور حتى أنت تنجم تأخذ الشيء وليس يحدث لك شيء هذا كان بالنسبة للوي بروتيين طبقا أنا حسب رأيي المتواضع الزوز السيبليمونات هم كافين جدا جدا لتنجم وصل لأهدافك 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 أنا أهدافي رياليست لا تقول كيف تريد أرنولد أو كيف تريد أرنولد لأهدافك الذي يشعر برأيي أنه تقوحيبة كبيرة على الناس على خاطر بعض التواكب بحكم للبودي بيلدنج أو الاندوستري لذلك أيضا تريد دخل المال وبطبيعة الناس مستعدين لأنهم يدخلوا أي شيء ماذا يفعلون؟ أو يسوقون زبوبات مثل المال لأهدافك بروتيين مخلط بصورس منيكة على الأخر من الكاربوهيدرات أكاهاو هذا هو يخلطوا فيه بك الدكستروز الذي هو تقريب سكر بريسك سكر أكاها أنا ننصح أي إنسان تحب تعمل مخلط لا تأخذ أخذ بروتيين والبروتيينة أعمل بها الشيكة الشيكة تضع فيها تعرفون أغلبيتكم الكوكتيل الأبطال تضع بروتيين تجيب الكاربوم من الشوفين الذي أصبر من أصبر الموجودين على عكس الدكستروز تضع تضع بانانا التي تضع برشا كاربو وصور الزبور تضع كاربو تفهمني؟ أغلبيتكم وخلط كل مع بعضه تريد أن تضع بعض الأخرى تريد أن تضع بعض الأخرى تريد أن تضع وشرب على روحك أصبر بمئة ألف مرة من المسجينر المسجينر تقوحيبة سأخذ تقوم بها لكي يدخلوا المال هذا هو المسجينر أنا و أحد ننصح ضده على الأخر المسجينر بالنسبة لل المسجينر الأخرين لا نعرش ساعات أشعرهم تقوحيبة ساعات تقوحيبة كالكارتينين و سيالا و الجو لا نعرش هل أنك مستحق المئة ألف بوزة لتضعهم في الدار لتوصل من عرش في البدن لا نعرش حسنا أغلبية الناس الذين يستعملوا في هذا يعتبر أنهم برو أثليتين شون رودن جيرمي بويندياس هكذا كالأسامي الكبار كلما يدخل يجب أن يكون سبع مغارف من سبع مختلفين و بطبيعة الحال مخلصينه لكي يأكل أما أنا متأكد أنه في أعماق يعرف ذلك ذلك يعرفوا أن إذا كان سبع مغارف في الدنيا يجب أن يكون الكرياتين إذا كان زوز يجب أن يكون كرياتين إذا كان ثلاثة الله أعلم ما يكون فعلا فعلا أما دائما لا تجعل الماركتين يقنعك وأن لماذا لا تجعل شيء لا تجعل أحد أيضا لكي يكون مكتل أصبح أشهر أصبح بخير يجب أن يوصل للحاجات بخير لا أصبح هذا مجد أسرع لكي أصبح يجب أن لا تقوم لأحقق أكتفاء أي يوم في السيبليمون هذا بالنسبة للمكلب صفة عامة نحن نريعها لحظة المعامة نعم تشربة مهمة على ساعة سمحوني نحن نريعها لحظة المعامة ونحن أولا نبدأ بذلك وأنه مثل حتى مرحلة المعامة لا يوجد أصبع المعامة في العالم لماذا؟ لماذا؟ لأن كانت جميلة ضبورة و أحسن ضبورة في العالم رأيوا البرو أثليتس الذين يعملون فيها أما أنت برأي أمشي أعمل دورة طويلة أكتب جميلة جميلة وعمل على أول ثلاثة أربعة فيديوهات أعتقد أنه لم تكن فيديوه يشبه الخو لم تكن فيديوه يشبه الخو لماذا؟ على خاطر الإديال الموش موجود موش سيونس إكزاكت موش كيميل الفيزيكة F-M-A لم يكن هناك قاعدة تقول لك ماذا يجبك تعمل أو كيف يجبك تترينها لكي تصل إلى تعمل الانترين المو أبتمال لك الشيء هذا يعتمد عليك أنت كفرد على خاطر كل الإنسان مختلف مئة بالمئة على اللعبات الأخرى مثلا لا تزوز من الناس إدونتيك الله هم توامم أما بصفة عامة إذا كان أنا مثلا يخدم معي مليح أن نترين ستة نهارات في الجمعة ساعتين كل نهار تنجم أنا نفس الريزلتات التي نحققهم تنجم أنت تحققهم في ثلاثة نهارات وتترين ساعة ونصف كهو يعتمد على بعض الأشياء أهمها لجينيتيك وهي حاجة للأسف صديقي أنت ما عندكش دخل في تحديثها فهمتني بعد أن أخبركم شيئا كيف تختار البلونت على الترينمون ساعة أولا يجب أن تعرف أنه لديك وقت فراغ أنه لديك وقت إذا كان هناك إنسان مثلا ما عنده كان ثلاثة نهارات كهو وقتها من المستحصن أنه يعمل push pull legs إنسان مثلا عنده خمسة نهارات وقتها ينجم يفرق أكثر موسكلوات على أكثر نهارات نأخذ مثل إنسان عنده كان ثلاثة نهارات في الجماعة للحديثة الإنسان مثلا ننصحه يعمل نهار الساقين نهار push بما فيهم صدرك الأسفه والأسفه والأسفه ما يوجد أيضا النهار pertama وواقREAM الرساق الرسالakin نطقتك مثلاً إذا كان إنسان عنده أربعة نهارات نجم تعمل نهار ساقين نجم تعمل نهار ظهر وبيسيبس مثلاً ولا ظهر وتريسيبس نجم تعمل نهار صدر وبيسيبس ولا صدر وتريسيبس عكس الظهر ونجم تعمل نهار فيه أكتاف وبراء في الثاني قدم يكثر نهارات التي تجم ترين فيهم قدم نورمال مون البلوم لكي يكون لكي لا تذهب مع بدنك شنو فيه وشنو ما فيه أنا كوحد من الناس الأكتاف متاعي وترابيزياتي هم بوان فابل فهمتين صدر متاعي هو بوان فور لذلك أنا في البلوم إذا كان لكي نعمل أربع نهارات نفضل وأني نكثر من الخدمة على بوان فابل لذلك نعمل نهار ساقين هذا كما فيه حتى نقاش أي إنسان يجب أن يعمل نهار ساقين نعرف كنت تحب تضع موسكولات أخرى لا تصورك بشكل تنجم على خاطر بالرسمي نهار ساقين هو نهار مستنزف ومتعب جداً 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 نعطي نهار للظهر ونخلطه بالبيسيبس بعد ذلك نعطي نهار للأكتاف والبراء بعد ذلك نهار الرابع والأخير بحكم أنه صدري بوان فور والأكتاف متاعي بوان فابل لذلك نعطيهم زادة الززمة بعضهم فرد نهار نعطي شوية لصدر وبرشة لأكتاف هذا كيف تعمل؟ لازمك معانتها بعد ان شاء ماهال البرتيات المطلعة بينك تعطي لهم أكثر اهتمام وماهال البرتيات المطلية لكا تحقم معاناً غير الاهتمام لذا نحن نعطي وعلم وأنه قدر انهه تترينا في الجماعة يعتمد على قدر منهار أنت تنجم تتريني في الجماعة واندوان تعرف قدر منهار أنت تترينا في الجماعة انت تختار ستليت متاعك في موقت كيف جداً يتقصونه الصدره إلى أخيره يعتمد على مرة ومرة للخصية ومرة فابل لك و زاد الولاد لا تفهم كيف يقولون لا تفهم تقسيم إديال معناها ينجم الجيش يقول لك أنا مثل جت مدة كنت نترينه ظهر و بيسيبس بعد جت مدة ولكن نترينه ظهر و تريسيبس والذي زوز و زوز لوجيك له هنا صحح ينجم يقول لك اوكي انت كترينه ظهر البيسيبس متاعك لا تترينه مع ظهر لذا لم تترينيه تريسيبس ترينيه ثلاثة مسكولوات ولا تنجم تقول مدام البيسيبس خدمت و تعبت مع ظهر دعيني يكملني كلها أمها تفهمني لكي تدمرت له مكسيموم بسبب نتعفي بروات في البيسيبس الذي هو زاد الوجيك لا يخيب تفهمني ماذا أتوقع روحك تعمل؟ أتوقع روحك أنك من الأول إذا كانت بيجينر تفهمني اختار أي بلان تحب عليه أي بلان تحب عليه تفرج في الانترنت ترينيه الظهور التي تظهر لك جيد و تظهر لك فن و تظهر لك و تظهر لك أبدأ به بعد تصل إلى مدة من 8 أو 9 عام تبدأ تلاحظ قليلا حالية في بدنك تبدأ تلاحظ أن أبداً تريسيبس صغيرة تريسيبس أبداً صدر مطاعي ياسر مسطح أما كتفي كبار برشا أبداً ظهري زبور أما ساقية كالزبي تبدأ تلاحظ شيئاً وقتها تبدأ أن تزداد لديك خبرة في الساعة على خاطر جربت برشا فأمتني؟ وقتها تبدأ تصنع في البلوم وحدك فأمتني؟ أنت تقول نعمل نخدم نهار نعمل ساقين نهار لبعده وظهر نتاعي تاعب لذلك دعيني نكثر مظهر دعيني يظهر نستعمل لشوية دروب سيتس نأكل وعده فأمتني؟ لدي زادة بيسيبس لذلك لا نستعمل بيسيبس بعد الظهر نتاعي ونستعمل بيسيبس إلى آخر فأمتني؟ فأنت تجد من الأول اختار أي طريق تريد عليه طريق يعمل لك جو وطريق تفرهد بي ثم تكتشف كيف يجب أن تقوم بعمل مجرد نأتي بالنسبة للأسرسيسات وإذا قدرت يجب أن تعدى وقت في الساعة يعتمد أن الناس في وقت كانوا تعدى في الخمسة أو في الساعة في الساعة الناس في وقتنا لا يمكن أن تقوم بيسيبس أنت وقد تشترى حاجاتك تنجم بيسيبس حاجة عادية ساعة ونص فأمتني؟ ساعة ونص لا تنجم فيها تقريباً كل في الكل أعمل لك وشوف وبدقي سروحك إذا كانت تشعر في بدنك مزال ينجم يخدم أكثر أعطيه تشعر في بدنك تنقص له قليلاً فأمتني؟ يجب بالرسمي تسمع بدنك ماذا يقول لك؟ خاطر يجب أن تتعرف لأنني لا تنجم أن تتعرفهم يجب أن تذهب وقتاً 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 يزيد إلى أخيره نصحك من الأول أبدأ ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص وما في الجو حسناً حسناً؟ من الأخرى كما قلت لك أي إنسان ذكي يبدأ أعمل أي شيء لا يهم ما الذي تبدأ به كل شيء يعمل ثم يزيد وقتاً يزيد وقتاً يزيد أكثر ماذا يحب ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا يعمل شيء مهم كثيراً بالنسبة لأن تستعمل كيف يجب أن تستعمل يجب أن تستعمل في الغرور وشأن أحد من أشخاص لا تستعمل لأسفركم في جيزيز لا أمشي أشخاص يحب ما الذي يحب ماذا يعمل ماذا يعمل ماذا يعمل يقف ويقف 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 أما أرى ليس هذا يجب أن تسأل ألغانك هل تريد أن تستعمل باور لفتر؟ هل تريد أن تستعمل باورزين؟ أل تريد أن تريد بادي بيويدر تريد أن تريد أن تكون كبير ومزيان أنت حدد الهدف منك إذا كانت تحب تولي power lifter لا أعرف أن أرى فيديوهات آخرين على خاطر لا أعرف برشا على power lifting لن نعصح برشا إذا كانت تحب تولي فتنس أو تحب البدن كبير وزبور وقتها صاحبي يجب أن تكتشفوا أن الpoids هو أخر حاجة يجب أن تعملها اعتبار أول حاجة يجب أن تعملها اعتبار هي range of motion مع أنها يجب يجب أن تعملها البيئة يصبح اللغة التساءل معناها موقع في الوقت التي تبدأ يجب أن تعمل على بيساب كورب من أكثر الحاجة المعروفة لا تستطيع أن تشدها في وجهك و تصل الى منخصة يجب أن تكون كامل لذلك في الح days أن تبدأ من وجهك المتلوبة تخيل معي ولا أقعدًا في حالة بعدها علي أن تسكر ريضك حتى الذي يجب أن تتسكر في الريطة اللغة هو range of motion العديد برش عباد تقاهي يضع في بوارزين وما ينجمش يعمل ذلك الرينجو ذاك الكل تقاهي يطلع يوصل الشتر يعمل انجل 90 ويطيح انجل 90 ويطيح ما ينجمش يفوتك الانجل 90 الخاطر ما يخذ بوارزين برش عليه اول حاجة مهمة هي الرينج اف موشن فامتني عليش مهمة زادة برش عبادة على خاطر ثم فيبرويت الفيبر اللي في الموسكولم مهمش كيف كيف ثم فيبرويت طوال ثم فيبرويت قصار ثم فيبرويت تسمى slow twitch ثم فيبرويت ثم الى اخيره لذلك قد تكبر رينج اف موشن قد تكثر الشانس بشأنك تستهدف لماكسيموم موشن الفيبرويت أبارسا هناك مرتبة أولى حسب رينا رينج اف موشن هناك مرتبة ثانية اللي هي time under tension اللي هو التمبو مثلا طاقة ثم انسان نجم يكون رينج اف موشن اما تلمو البرزين عليه يحاول يكمل البرزين عليه تقع واحد اثنين ثلاث اربع لا ما هو اللي يوجع الموسكل ما هو اللي يجعل الموسكل اللي يتكسر ويعود يكبر هو الضغط اللي تحطوا عليه قد ما تطول في الوقت اللي يقعد الموسكل اللي فيه under tension ولا تحت الضغط قد ما تزيد تبني موسكل أكبر وأقوى تعمل تمبو باهي مثلا فاطلوا واحد ثنين 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 واحد واحد ثنين 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 لن تتخيل فإن التحديث كأن اللي ترشق وتكفيسها في أسرع وقت قبل أن ترشق هذه الحكاية لا لن تكون متحكم حسن حظة ذهنيا لماذا؟ لأنك تجرب شيئاً إذا كانت تتريني مثلاً إذا كنت تتريني في التطور أريد أن تتريني 20 ونقص في التمو وحاول أن تركز مع الموسكول كيف تشعر في الموسكول تشعر فيه في فيكسي تشعر فيه في تكبس الموسكول وإن أن تظهر وقت الى تهبط البارة على صدرك تشعر في صدرك قعد يستخدم تشعر فيه فيه في مغط ركز مع هم الأحاسيس هؤلاء على خاطر عندما تختار قوى رزين برشة لكي تأمي رانج اف موشن وإلا التمبو وإلا تأمي وعندما تأمي وعندما تأمي موشن لكي تركز يركز في أن يكمل الريبيتسيون وليس قاعد يحس بالموسيقى وقاعد يعمل لا تركز مع أحساس لا تركز مع أحساس أنك تقعد لا تركز مع أحساس لكي تقعد قاعد يتعصر لكي ينجم لكي تكمل موشن لا تركز على أنك نكمل 12 ريبيتسيون وقاعد وحشيته والذي هو شيء خائب برشة هذا يعني ما أقول لكم الأولاوية هي الرينج اف موشن وعلى أساس الحاجتين الثوم وقت تختار الريبيتسيون يجب أن تختار الريبيتسيون لكي تقعد في الرينج اف موشن ويجب أن يسح ذلك كيف تختار الريبيتسيون لكي تختار الريبيتسيون أخرى نأتي لها موشن يجب أن ترى ومثلا بك تسخن برشا المفاصل لك فمتنى برشا ناس مثلا يمشي يخرج لك يعمل فوتينك بعد يجعي يدخل ديراك إذا كان بش تختار يعمل فوتينك و تسخن المفاصل لك ستسخن المفاصل لك صرتو لكتاف لك مهم برشا الشي هذا يعني خاطرني واحد الناس عانيت برشا إصابات ونعرف قدرش مهم انك تسخن لكتاف لك سخن لكتاف لك فمتنى فمتنى في اليوتيوب يكتب وارماب وعمل ثلاثة اكزرسيسات اربعة اكزرسيسات خفاف الهدف ليس انك تسخن لك هدف انك تسخن لك مهم ويكون جاهز لكي يعمل نحب نعطيكم نحكيكم شوية طويقة على قل معي لاحظة بارك بالله اضع البرتابل متاعي تشارجي نحب نحكيكم شوية على الاصابات طويقة انا كواحد من الناس تضربت مرة في كتف اليسار مرة في كتف اليمين مرة في ساقي من اللوتها تضربت مرة في يدي تكسرت يدي مرة في ساقي ماذا عندي ماذا تعلمتهم الاصابات بالنسبة الاصابات التي تصبحوا في الساقي يدي وساقي لا تصبحوا في الساقي لا تصبحوا في الساقي اهم شيء تعلم هو انك يجب ان تسخن اولا يجب ان تسخن ثانيا كما قلت لكم تتلهاب بالرانج و تتلهاب بالتامب و تركز تركز البرتابة 100% 100% هو مثلا البرتابة التي تحركها مرة أخرى هذا هو 100% قد تقرب هذا قد تزيد الريسك بشأنه تصبح تدخل المسكولير أو تقلع أو تقطع أو أو يعني كيف يحدث هذا كيف يحدث أخرى شيء أخرى أنك دائما يجب أن تذهب في الطبيب لديك حسو الجيعة ليس كبير الذي يجب أن تحرك أنه لا يجب أن تحرك حسنها لا يجب أن تحرك في البداية لا تقعد كما يقول أه أخذ البماذة أدهن بها أولا أسمع أبعد عن هذا أو أفعل هذا هذا تعرف على زكم ما لديك كذفة السيد أولا زهري أفعل الترمو تعرف على زكم ما لديك هل تعرف ما هو انفلامسيون قادة تصير غادي قادة ديسكات متاعه ومعوجين قادة غضروف اللي بوصل العظم بداية الشيح قادة عرق ولا عصب مقروس تعرف على الزكوم ومشنو الوجاعة تنصح فيه عندك اي حاجة سفابة خوية تمشي للطبيب عيش خوية البيت تمشي للطبيب ألعب كل شيء إلا بصحتك على خاطر راهو الإصابات ينجم ويصلوا ويسببوا حاجات ينجم ويسببوا عهد دائما معنى إذا كان واحد صارت له ديشيرير في التنظم في كتفه وممشيش دواها الحكاية وخلاها للي افولفاته وليل ديشيرير كمبلاته وبشتراسيلك في عملية رأى ثم بارشة حاجات تحرم منهم في حياتك الرانج اف موشن من كتفك ينقص نفسيتك تتعب على خاطر ما عليك تحسر روحك كما تحسر تقول عندما نجم ويسببوا عهد دائما لا تحسر روحك تحسر روحك في مخك تكون ضعيف نفسيتك كما تحسر روحك للطبيب كما تحسر روحك للطبيب لا تحسر روحك للطبيب إلى آخر لذلك المشكلة لديك مشكلة صاحبي نفسي للطبيب نفسي للطبيب نفسي قدايا في زيادة 30 60 40 يدع في الزبي يجب المال نفسي أما بدك صاحبي هو أهم شيء زيادة الراحة مهمة برشة وقت اللي تبدأ مضروب بالراحة مهمة برشة نعرف وانه مهمة برشة نحب نترين نحب كذلك لا شوف ارتاح ضحي هالجمعة جمعتين قدش قالك تبيب ترتاح ارتاح ضحي بيها الوقت هذائي ونبعدك أرجع ترينة صاحبي خير ما اللي تقعد جمعتين تترينة بعد زيتنيك روحك أكثر يجب ترسي لك أربعة وشهرة ما اللي تنتظر ليس جمعتين فمتنين وحاجة باهية لهنه بالنسبة للناس اللي تترينة وتتضرب ولا يترينة ويقص ويحب يرجع ثم ما يسمى بالمسل الميموري مع أنت اللي بدنمتعك نوعا ما يتذكر كيفاش كان وكيفاش وصل لغاديك تيوريك مو اذا كانت اتخلت وزن ستين وفي عام وصلت وزنت سبعين يجب تقص شهرين ويقص ويقص 64 لكي تطلع للسبعين أسرع برشة وأسهل برشة من اللي تلعت لها أول مرة أنا طويقا واحد نعرف الشيء برشة على خاطر مرتين نطيح معناها نحاوس في الستينات وبعد ذلك نعاود نطلع لثمانين في شهرين ثلاثة أربعة اللي أنا من قبل نكتة عامين بشوصلت له الشيء فهمتني لذلك ما أضعه في بالك المسلم هو أنه ليس معناه إذا كان بطلت على اللونترديم ليس معناه كله وراحه ونعود مصفر حتى إذا كان بشترجع من نفس البوال الذي قدت به ركب تصل تقريبا في شطر الوقت أو حتى في ثلاثة وربعة الوقت اللي استغرقته بشتصل فيه أول مرة فهمتني طويقا لحظة بلايخ نجيب برطابلوية ونشوف شوية أسئلة من الإنستغرام ونسألوني نجيب طويقا البضع الأسئلة من شبيبتي على الإنستغرام وشنو يقودوا الشباب لهنا نجيب نعمل الرفريشن ستوري حالنا نشوف كلك أسئلة نجيب طويلة نجيب طويلة نجيب طويلة لا يوجد طويلة يقول طويلة طويلة كي تنحي كرشي في الوقت طويلة هذا يظهر لي طويلة طويلة يجب أن تقوم التطويل التطويل هو الماكلة التي تأكلها في نهارك في العادة تحصرها في 6 ساعة و 18 ساعة لا تأكل شيء يجب أن تشرب ماء وهو باهم لكي تحرق حمام يجب أن تشرب ماء و 18 ساعة أخرى و في نفس الوقت لا تتناكلك برشا الميتابوليزم ليس كما في الواتر نجيب نشوف سؤال آخر سؤال مهم برشا إذا كان تأخذ في ستيرويد في الجهاش أي ذبك بشي كبير أما بارسالة ليس بشي كون برشا التأثير أنا أنا بالرسمي مسكيلاسيون تردك ما عشي ستويل أذا يجابنا لي عليك فهم برشا ناس يقولوا رابا لي بي لك أندر 18 ما هاش مش باهين حب نعرف صحيحة الحكاية على خاطر بكل بساطة جتهم معلومة غالطة صدقوها وقاعدين يعودو لك فيها وكا وحتى حد فيهم الناس ضمامة قرر وأنه يخصص من وقته بشي يشوفها لأنه صحيحة ولا المعلومة قاعد يعود فيها كل ببغاء أنا جزء على خاطر أني إنسان أنترسيه معناها بالموضوع لا يذكع ليش لوشت سينور أنا ببغاء بالموضوع أنا سؤال آخر كيف تعمل في سالك الزبي وماتريالك الزبي ويطلع بدنك مسوي ومنظم والله لم يكن سالات لكل سبابر مقبلها وانتي فقط أعمل طلب مثلا على سالات التي كانوا فيها مقبلها حتى روني كولمن سالات ماتريال حدد فهمتني معتي فقط أنت يجب أن تعرف كيف تتعرف كيف تعمل البروغرام متكامل كيف تعمل البروغرام متكامل حسنا أصور حكايت فيهم لها هذه السؤال امباكت بات جينز الحديد هنا هو أن هذا سبور يعتمد برشا على الجينيتيك إذا كان الجينيتيك باهير يمكنك أن تصل إذا كان الجينيتيك منك يمكنك أن تتواجه سواء صعوبات لكي تزيد في السيزم سواء صعوبات على خاطر يبدأ البصام عريض وكتافك لكي تحب القرن لكي تنجم في ظهرك إلى آخر لذلك جينز مهمين برشا ما بينك قطعت الشاهية ليس العكس لكي تزيد برشا لكي تتعرف لا أعرف إذا كان لديها برشا حكاية سايرة يمكنك أن يكون قطعت الكافرامو برشاة يؤثر على المسل إلى حد مائي الكارديو كل ينفع لبدا ينظم لك حتى دقات من قلبك يوالي قلبك أقوى اللي هي حاجة مهمة برشا في أي اكتيفيت سبورتيف لذلك يقول لك أن الكالوري الذي يحرق الفوتينج كان كاركس تحفظ بهم لكي تتعرف لكي تتعرف لكي تتعرف أكثر إذا كان الفوتينج يحرق 200 كالوري مثلا وضع 200 كالوري لكي تغطي الكالوري الذي يحرق الفوتينج تأخذ منافع الفوتينج حتى تخسر كالوريات تتعرف في سن النمو يعمل مخالفات سلبية لا من أحسن حالات التي تتعرف لكي تتعرف في سن النمو على خاطر تستوستيرون والجياج لكي تتعرف أكثر لكي تتعرف لكي تتعرف لكي تصل إلى عمرك 27 أو 28 كيف تتعرف بروتينج إذا كان تقصد بروتينج يمكن إذا كان تقصد بروتينج كله على خاطر لاحظة أريد أن أفسر أن الـ هو نوع من البروتينج أما البروتينج ليس بالضرورة كما تقول مرسيدس سيري تروى بم سيري تروى هي كرهبة كرهبة ليس بالضرورة بم سيري تروى كرهبة يجب أن تكون رونوت أو ديت أو مازيراتي يجب أن تكون أي شيء يجب أن تقصد بروتينج وإلا أي شيء لا تقصد بروتينج على خاطر أن تقصد أن تقصد أما أن تقصد أما أن تقصد الطريق أجل لا تقصد فعلا أن تتعب روحك في السالة تنظم مكلتك وإلى آخرية لا تقصد كيف تجعل أكثر كما قلت لا تقصد يجب أن تقصد كل شيء كيف تقصد الشورتكات حسب رأينا أن تقصد كل شيء يمتزم بالضيط مدى أكثر تقصد لا تقصد سأتحدث عن الوئي بروتينج لا تقصد أجاب أن تقصد أن تقصد أن الوئي بروتينج ليس ممتز لا يوجد ممتز لا تنسيقوش برشا وراء الماركتينك في هذا الموضوع برشا أسلم تعبيد هاو كناي بولك فاست هاو كناي شريد فاست هاو كناي رزبي فاست الولاد راه عملية باش تاخذ شوية وقت فمتني ما ما فما حتى حل باش أنك اللي اللي كان ينجمو يعملو انسان في أربع وشهر انت باش تعمل في شهر فمتني سينوها راه يجمع على البروفيسيوني اللي تتريني راه وفي نهار شيح وفي نهار يبولك فمنا هما يقعدوا عندهم سيزون كاملة يبولك فيهم بعض عنده قبل الشو يبدأ قبل بشهرين ثلاثة يبدأ يشيح يدين الضب أذائي واحد بروفزيوني لحياته كل يتريني عنده كوتش عنده شاركة متع سيبليمونيتورة إلى آخر يقعد بثلاثة أشهر يشيح بشيح انت تحب في شهر تشيح فمتني كيف تجعل روحك دائما موتيفيتد والله إذا كان أنت لم تكن موتيفيتد أصلا على حتياته لا تترينيش فمتني معناه كأين نجي نسأل سؤال كيفش نوالي موتيفيتد بش نالعب دوتا وانا نكره اللعبة دوتا فمتني فمتني كذلك ما نعبهاش إذا كان أنت لم تكن موتيفيتش بش تعمل حاجة كذلك لا تحاول أن تأخذها من موتيفية إذا كان أنت لم تكن موتيفة فمتني كذلك هنا لكي نرى أسألة مفيدة لكي نرى أفكت أظهر يأسا كلنا وعن ما يجب تعليم بطريقة أو بأخرى في هذا الفودكاست بالله إذا نأكل ديما نبقى ضعيف going to gym is solution or what بطبيعة والحل إذا كانت لم تحبش سالة أنك تقول لي تاكل أكثر ديما كول أكثر كول أكثر لا تصوركش تاكل في 10.000 كالوري ومش قاعد تكبر impossible على الأقل تولي اسمين في الزب على الأقل أضعف الإيمان how to get a big back versus a thick back هنا لا أعلم أنه يعتمد على الفيديسيون منك حسب رأيك أنت غاتي تقصد ظهر عريض لا أعلم أنه حسب رأيك الظهر حسب رأيك الظهر يأتي من الرويينج ويأتي من الرويينج ويأتي العرض يأتي من عندك كل ما هو شبه البار فيكسة كل ما تبدأ على كرسي ويديك مطلوقين فوقه وتهبط والخشنة هذا الرجيم الروز يعني كل ما تبدأ الروز لا أعلم أنه يتسمى بالعربي فهمتني هل تقصد ظهر عريض؟ نعم نقص على الترنمو ونرجع كيف ترجع تتريني هل تفعل ذلك؟ هل لديك تترينيج أو تعمل أحدك؟ نعم نزيد 20 كيلو في نهارين وضع ثلاثة كبيرة في ترمتك نعم مخيرا مخيرا يجب أن يتخدم بشكل خفيف وحدة واحدة يجب أن تكون 60% كبيرة و40% كبيرة معناها إذا كان يفضل مكسيم تهبط مكسيم فهو 100 كيلو يجب أن يتخدم بشكل خفيف نعم من هكاك فمتنائي أما خير أنك تشيح بعد تمسكل أو تشيح وتمسكل في نفس الوقت هل البروتين كيف تقص عليه أو كيف بيه كيف بلاش معناه كانك شيء معمل وبنسبة سؤال البروتين تصور جاوبنا على الشيء كانت تسأل فيها الحم الجيج إذا كانت تقصك تولي بيه ولا بلاش فمتنائي تصور جاوب على سؤال ذاك ووحدك فمتنائي تشيح بعد تمسكل أو تشيح وتمسكل في نفس الوقت أنا أراوى أنك إما تشيح وتمسكل في نفس الوقت أو تمسكل ومن بعد تمسكل على خاطر حتى تقوم بالبال يجب أن تضيف الشمس لا تنجم لتكبر المسكولير قبل أن تضيف الشمس في بدنك الله أعلم تلك السيرويد لذلك لماذا تشيح ومن ثم أن تدخل أبداً أن تتحرك هذا الشمس في بدنك ما هو عندك شحمة ذلك كمّل به وبعد تشيح فرد مرة فهمني على خاطر إذا كان تشيح وبعد تعود تسمن وبعد تشيح بريود الشيح اللول زائد على الأخ على خاطر الشحم الذي نحيته في بريود ذلك هكذا و هكذا كنت تتعود تراجعه هكذا و هكذا تسحق له لذلك أبدأ من اللول إذا كان عندك شحمة امشي كمّل به ذلك بولكي وصل إلى البولي حاجت كبير وبعد تشيح هذا يبدو حسب رأي باقينا نحب أن نشري وي بروتين ولم نجم غالي وزيد الماكلة غالية زادة الماكلة أولوية للماكلة الماكلة ثم الماكلة ثم الماكلة ثم يأتي الوى بروتين كيفاش نظم ماكلتي كي نزيد في الميزان أعمل أطلع على الفيديوهات التي أمضتها معشان نمتعي لأخرى و نصور هذا هو بصيفة عامة بالنسبة للبودكاست هذا إذا كان مازال عندكم أسألوهم اللوت في الكومنتارات سأجاوبكم لا تنساوش كما قلت لكم طلع على الشين الحديد تتلقوا الليان موجود في الديسكريبسيون فيديوهاتي أو في برشا فيديوهاتي ينفعوكم برشا أمور ماكلا فهمتني مازالت محكيتش غاديك في شين على لونتريلمون أما أمور ماكلا حكيت مليح 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 وكاو فولا أتمنى لكم نهار زبور نهار سعيد نهار كله نجاح ودفائل وكله زبابر وكاو شباب شكرا حاسم المتابعة والاستماع وإلى اللقاء